من منا اليوم ليس موجوداً على الإنترنت؟ من منا لا يتصفح الفضاء الرقمي عبر الشبكة مستخدماً الحاسوب الشخصي أو الهاتف الذكي؟ ومن منا لا يبحث عن معلومة أو يصل إليها من خلال هذه الأجهزة الرقمية؟ لابد أن الإجابة ستكون لا أحد حيث نعيش اليوم ذروة عصر رقمي تنتشر فيه الأجهزة الرقمية في كل مجالات الحياة لذلك سنؤكد في هذا الفيديو بعض المفاهيم الأساسية والتي لا بد من معرفتها بداية الإنترنت ببساطة هو شبكة تتصل بها مجموعة هائلة من الحواسيب وتنتشر عليها معلومات لا نهاية لها وتزداد كل ثانية وهذه المعلومات تتواجد عبر ما يعرف بالمواقع الإلكترونية ولكل موقع من هذه المواقع عنوان معروف باسم URL يمكننا من الوصول إلى هذه المواقع ولكي نفعل ذلك نحتاج حاسوبا متصل بالإنترنت سواء من خلال شبكة الواي فاي اللاسلكية أو من خلال سلك الإيثرنت ونستخدم برمجية تسمى بالمتصفح منها Edge من مايكروسوفت Firefox من موزلة وسفاري من أبل لكن أشهر المتصفحات المستخدمة اليوم متصفح كروم من جوجل في المتصفح نكتب عنوان الموقع أي URL في هذا المربع مثلا موقع أكاديمية الملكة راني لتدريب المعلمين www.qrta.idio.jo ثم نضغط Enter لننتقل إلى الموقع الإلكتروني وإذا كنا لا نعرف ال-URL للموقع فبإمكاننا أن نجري بحثا بكتابة اسم المؤسسة أو الشركة في نفس المكان مثل أكاديمية الملكة راني لتدريب المعلمين ثم الضغط على Enter حيث ستظهر لنا النتائج عبر محرك البحث وسنتكلم عن هذه العملية في فيديو لاحق من الأمور التي نستطيع القيام بها باستخدام المتصفح فتح أكثر من نافذة تصفح واحدة في نفس الوقت كل ما عليك فعله هو الضغط على علامة الزائد بالإضافة لذلك يمكننا حفظ المواقع التي نزورها من خلال الضغط على علامة النجمة وستضاف بشكل آلي إلى شريط المتصفح ويمكننا الرجوع إليها وإدارتها من خلال القائمة ثم خيار Bookmark أو إشارة مرجعية جوجل كروم سيقوم بإظهار المواقع التي نتردد عليها بشكل مستمر على شكل أيقونات تظهر من خلال الصفحة الرئيسية للمتصفح والتي بالإمكان إدارتها أيضاً عبر الضغط على إشارة الزائد أخيراً فإن هذه المفاهيم تنطبق كذلك على تطبيق متصفح كروم عبر الهاتف الذكي علينا أن لا ننسى أن المفاهيم الأساسية في التكنولوجيا تتطور بشكل متصارع وذلك يعتمد على الإبتكارات والاختراعات الحديثة والتي جعلت حياتنا أسهل في مختلف المجالات تعرفنا في هذا الفيديو على مفهوم الإنترنت وكيفية الوصول إلى المواقع الإلكترونية والبحث عنها وما هي الطريقة التي نحفظ بها هذه المواقع وفي الفيديو القادم سنخصص الحديث عن البحث عبر الإنترنت